ولمناقشة الملف اليمني انضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني نبيل لبكيري سيد نبيل مرحبا بكم لنبدأ من تصريح الاتحالف العربي يقول ان دعاة ميليشيا الحوثي باستهداف القوات السعودية مضللة اذا هل هي حرب نفسية سيد نبيل؟ لا شك انا مثل هذه التصريحات هي تدخل في هذا الاطار يعني اطار الحرب النفسية المتبادلة ومحاولة اجعاء اشياء لم تكن في مقدور هذه الميليشيات التي ام بها نعم سيد نبيل سلوك الحوثيين رغم الاتفاقات والضمانات والتي كان اخرها اتفاق ستوك هولم تعتقد ان هذا الاتفاق اصبح هو العدم سواء خاصة بعد الانتهاكات والخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ التوقيع اتفاق ستوك هولم هو في حقيقة لا مروى اتفاق ولد ميتا باعتبار انه لم يترتب عليه شيء باستثناء استفادت هذه الميليشيات من ايقاف المعركة العسكرية على تقوم ميناء الحديدة وبالتالي هو خدم هذه الميليشيات لكن انه عمل على ايقاف الحرب لم يقف الحرب الشاملة باعتبار انه قزأ الحرب في اليمن وحولها الى ملفات منتصلة عن بعضها باعتبار انه يعتبر نجاح دبلوماسيا بالنسبة لهذه الجماعة التي استطعت ايقاف الحرب على تقوم الحديدة هناك ثوات دولي واضح مع سلوك هذه الميليشيات من قبل المجتمع الدولي الذي عمل على ايقاف المعركة وزاد من مضاعفة معاناة اليمنين ومعاناة سكان هذه المدينة سيد نبيل اذا كان اتفاق ستوك هولم ولد ميتا لماذا تتمسك الحكومة الشرعية بالاتفاق كم مرجع للتسوية رغم كل هذه الخروقات التي حدثت للأسف الحكومة الشرعية لا تمتلك قرار في هذا السياق الحكومة الشرعية تساير لزاق المملكة في هذا السياق وهي التي ضغط من اجل ايقاف التوقيع على هذا الاتفاق رغم ادراك الطرفين الحكومة الشرعية والمملكة هذا الاتفاق ليس في صالح الحكومة الشرعية وليس في صالح حتى المملكة والحرب في اليمن وبالتالي هي بغطاة دولية مرسة بشكل كبير ورأينا حينها كيف اتصل غطرش المبعوث الاممي امين عام الامن المتحدة اتصل الوصولين السعوديين ضاغطا عليهم يقاف هذه الحرب وبالتالي كان هناك نوع من الموافقة الضمنية تحت هذه الضغوط لإيقاف هذه لتوقيع على هذا الاتفاق سيد نبيل عدم الجنوح للتسوية من قبل الحوثيين الا يؤكد انها ربما تكون ذراع في لعبة اكبر من حديثها المزعوم عن تحرير اليمن الحوثيون هم في هذه القضية بالذات قضية الحديدة كان من صالحهم الذهاب فيها لإيقاف الحرب لكن ايضا كان هناك اوراق اخرى يجب ان تمضي بالتزامن مع قضية وقف اطلاق النار في الحديدة كان هناك موضوع الاسراكة موضوع الالغام تسليم الميناء كل ذلك لم يتم كل ما تم هو إيقاف المعركة في الحديدة اما ما يتعلق بإيقاف هذه المعركة وهي مسألة إيقاف الانسحاب من الموانئ واستخراج الالغام وإطلاق الأسرة والمستطفين هذا لم يتم على الإطلاق وبالتالي انا باعتقادي لم يكتب لهذا الاتفاق النجاح إلا فيما يتعلق بجزئية إيقاف المعركة الحديدة طيب سيد نبيل الناتق باسم الحكومة الإيرانية يقول إن حكومته تطالب التحالف بوقف الحرب في اليمن من أجل بدي الحوار لماذا لا يكون الحوار إذن مباشرة مع إيران الإيرانيون هم من خلال هذه التصريحات المتكررة والدائمة هم يبحثون عن حوارات مباشرة مع إيران مع المملكة تحديدا وإعتقاد الذهاب للحوار مع الإيرانيين هو إعطاءهم مقال أوسع للنفوذ والتحكم والسيطرة بالحرب في اليمن وهذا سيكون خطأ استراتيجي كبير سيرتكب في حال الذهاب إلى هذا السيناريو من قبل المملكة ومن قبل الحكومة الشرعية اليمنية من إسطنبول الكاتب السياسي اليمنى نبيل لبكيري شكرا جزيلا لكم